قضيتنا اليوم من أغرب ما تسمع وقضيتنا اليوم لتوارينا اتماع وين يوصل وكيفية الفلوس والأملك يعميه خيانة اتماع غدر وبرشة شيئة غريبة في القضية متاعنا متاع اليوم ويمكن من الأول أن تحسوها قضية واضحة واضح ما يحدث وواضح ما يحدث وواضح ما يموت وعليش؟ لكن دعني أقول لكم باللي في آخر القضية تصدموا كما أنا تصدمت وكيف تقولوا سبحانه مغير الأحوال وسبحان الله من الأسالي يستعملوها شيئين الأنس إذا لم تتعرش معناها شيئين الأنس ولم تتعرفون ماذا يعملوه كمّل القضية للخ كالعادة لا تنسيش بش تخلي لايك وسبسكرايب فولو على انستغرام ونضم الجروب متاعنا متاع الفيسبوك وخلينا ننطلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم قضيتنا اليوم بش تزنى للعراق وبش دخلنا المخبزة اضطر مصطفى وانو يخدم فيها مصطفى في العيشينات من عمره واللي كان عليه وانو يخدم اي خدمة وكانت لديه مصطفى وكانت لديه مصطفى دائما من رسمها بحديه ودائما من تشري الخبز كان من عنده واسمها كان فاطمة ولم كانت لديه هو كهو وانو يستعرى خاطره خبز وبنين بل ظهر كونا كانت ترى باللي هو البنين وظهر فيها حتى كتب كوسكسي تجي تشري الخبز حتى كيف تتعشها البره كيف تجي وتشري الخبز وكما قلنا وليس على خطرها حشتها بالخبز بل في الأصل حشتها بتفل ماذا يبيه في الخبز؟ بنيدم الهني يقول ما هي المشكلة؟ مالك فيش تحبهم يتعرفوا على بعضهم اللعبة تتنجم تقابل حب حياتك في عركة تبدأ انت في عركة انت وشكون ولا في الكرابة تصدم في الطفلة سبحان الله تحبها تعرصوا برشا قصص حب يبدأوا هكا وديجا أحكين على قضية قبل بديتها هكا ومشاء الله بعد عرصوا جيبوا صغار وقتلوا بعضهم لأ الحقيقة مش قتلوا بعضهم نتذكر يا أما الأم قتلت الراجل وقال راجل قتل الأم حاصيله فوتوغرافت ونسي مشي الطفلة باش تتصور عنده وعجبها سبحان الله والد تتصور حتى ما تسحقش تصور تمشي تصور بحديه عملتهم الكل تصور بطاقة تعريف تصور باسبورت تصور شهادة كل شيء شهادة الكل عملته وباقي تصور بحديه مش على خطرة تحب تعمل تصور بل على خطرة حبت ومبعد نسيت يا ما هو قتلها ولا هي قتلت المشكلة في قصة الحب قصة الخبز المشكلة في قصة الحب اللي كانت مابين الخباز مولا الخبز مصطفى وعشاقة الخبز فاطمة كونه كان في قصة مابينتهم شيسع بواسع ومنش نحكيه على عام ولا ثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة هو كان يتسمى في عرفوين شبابه وكان عمره في العشرينين وهي الأخت ما شاء الله ظهر فيها أكبر حتى مخبزة بيدها وكان عمرها في الخمسينين الأخت ظهر فيها حضرت على الخبز وقت اللي كان بعشرة فرنك أختنا فاطمة كبرت مع صوم الخبز وكل ما تكبر هي كل ما الباقيت صغار لم أفهمت ما هي العلاقة لكن ما هي العلاقة ما هي العلاقة؟ الله أعلم بورج ولي خبزة وليت هكا تلخبازة ولي وغشو فينا جهار بهار معنى قبل كانوا يطايحوا الباقيت قد نهكا ردوها قد نهكا ومن بعد قلها يتعرش كيف الباقيت تون ردوه بيتي باقيت ولمشكلة كونه بيتي باقيت ولمشكلة كونه بيتي باقيت ولمشكلة كونه بيتي باقيت 100 فرنك معنى ردوه بيتي كعبة الباق وقعدة 100 فرنك لماذا؟ كيف كيف الله أعلم؟ نرجو إلى القضيات كيف كيف لهنا عادي بنادم يقول لي ما هي المشكلة؟ حتى كان ما بنيتهم برشة سنين ما هي المشكلة؟ لكن في الأصل ما كانت هذه المشكلة الكبيرة في قصة الحب هذه وشوية آخر تقولوا أصدومكم بزوز حاجات مهمين على الأخر يخليوا قصة الحب هذه بيزار على الأخر وصرتوه ما لازم يش تصير ازويز هذو ما لازم مش يتقابله وحده هي في الأصل اللي كانت من الأول علقة حب من طرف واحد على خاطر أخت فاطمة في الخمسينات كانت مخبوطة في الأخ مصطفى لكن الأخ مصطفى كان يقول مستحيل اللي في بالي بالك صحيح ومستحيل تكون مضروبة فيها وأنا أصغر منها أنا في العشرينات وهي في الخمسينات تي الأخت جي كنت جداي يعني ليس قدمي ولا تي قد جداي ليس أصببها على أخيخها أمي كوميم كان عرص ترى يجبت معموروا الوقت ومع كثرت ومشيوا جاي الأخت فاطمة على المخبزة بدأ يخذ سطوفها بشوية بشوية يحس بيلي اللي كانت شاك فيه من الأول مهوش غالط الظهر كونه الأخت بالرسمي مضروبة فيه وبدأت تلعب له على الوتر الحساس بدأت تجبد معها في الهدرة وبدأت تتحلم معها شوية بالأحديث والغريب واللي حرك شوية بيلي الأخت لم تأتي وحدها وكيف كيف لم تأتي معها ساشيكها وكيف تضع فيها الخبز خاطر ولا لم تأتي معها ساشيات في المخابز وهذا موضوع يجب أن نتحدث فيه بل كانت تأتي معها زيدة طفلة طفلة عرف مصطفى بيلي اسمها زهرة وكان عليه وأنه يعرف ماذا يكوني طفلة هذيكة يحب يسئل على فاطمة بحد ذاتها ويسئل على الطفلة هذيكة ويزيد يستقصي عليهم الكل والهناوين كانت الصدمة الكبرى بالنسبة له وبش تكون صدمة زيدة لأننا حاجة من الحاجات اللي تخلي العلاقة هذي ما لازميش تصير وبيزارة على الأخر كانت تصير الأخت فاطمة كانت دجام عرسة وطفلة هذيكة بنتها وفي الأصل كانت أصغر بنت عندها ما كانش عندها كان طفلة بركة زوز ثلاثة وإلا حتى حارة بل كانوا عندها تسعة صغار كاملين وخلينا نقولوا مش تسعة صغار بل تسعة كبار بما إنهم الكلهم كانوا كبار الظاهر كونها كانت تحب على العشر ومنعرفوش هالأنها أربع ابنات وخمسة أولاد وبرشة عقارات وبلاص كان عندها بلاص شركة هي ورجلها رعت الرجل مربط ومعندوش وين يدور الريح معندوش وين يدور الريح لكن هو مرتو كانوا ميسوري الحال وكانوا عندهم برشة فلوس وبرشة عقارات الشيء الذي يجعلها أخونا صدوفة يبدأ يتيح قليلا على رغم أنه عرف بل الأخت معرسة وقرروا أنه يتبع الحكاية بشوية بشوية ويتبع سارق الباب الدار هذه كانت نفسها خطة الأخت فاطمة والتي حدثت بل مصفى مستحيل يغذر لها بما أنها كانت كبيرة برشة في العمر والسبابة ذاكة هي بيدها قررت وأنها تغري بممتلكاتها وفي الأخر تطيحوا في شباكها وفي نالمون تولي الشوغرمامي متاعه ولي ما يعرش معاني شوغرمامي برفو عليك تربية وأخلاق ورزانة وخالي كاكا ما غير ما تعرش معانيه ركزولي إلى هنا على خطة جهنومية تصير مشكلة في نهار منهارات في كرهابة الأخ راعد رجل فاطمة وتقرر فاطمة وأنها الذي كانت عايد عاون رجلها حب حياتها مصطفى لبى مصطفى طلب عاون راعد وقدلوا الكرهابة وكان هذا أول كونتاكت ما بنائتهم كان أول كونتاكت وما كان الأخير على خاطر مصطفى من نهار هذا أو خرار مرار على الدار يصير ليس بصيفته أعشيق فاطمة وإلا صديق راعد جديد راعد إنسان مربط ما عنده شوين يدور الريح ومعنده وقت لأصحاب جدد بل كان يمشي ويأتي على الدار بصفة ياخدهم في المخبزة وبما أنهم تواولوا والناس الكل يعرفوا بعضهم أو يعمل لهم في الفريزون أو يجيبهم الخبز حتى الباب الدار أكيد فاطمة لم تكن تحب يولي جبال الخبز للدار لكي لا تتعب بل كانت في الأصل تحب تقربوا منها ولعل تحبوا يرى على عينيه ممتلكاتهم وبالأسهم الممتلكات اللي حبت اتطمع بهم هو وابيده والسبب ذلك قرروا أنه كان مستحق بزايد فلوس لأننا جميعهم عائلته ومش فقط على خطرهم كبروا ومستحقين مدين بل زايد على خطرهم كانوا لهين له بمرته نعم أخونا مصطفى هو بيده معرس وهو بيده كان عنده مرته وكانت مرته تسكن بيد عليه مع دارهم وهو يخدم في منطقة أخرى المسكينة اللي يلعب تحت ساقيها وهي ما في بالها بحتى شيء لهذا السببب الرئيسي اللي يخلي علاقة الحب هذي لا يجب أن تصير كونهم زوز فاطمة ومصطفى كانوا معرسين واللي يشبك فيهم كانت عندهم الصراحة الزوز صارحوا بعضهم باللي هما معرسين أو كبش يكونوا واضحين من اللو صارحوا بعضهم مش في المخبزة بل في ديت وخرجة ليلية قاموا بها في ليلة من الليالي في ليلة من الليالي يرفض رات وأنه يخرج ويتعش هو مرته فاطمة البرة والسبب ذلك قتله هذا اللي بيئك خرجت مدار هي وبنتها وكملت عوضة رجلها بمصطفى وكلمته بالتليفون كلمته وقتله نخرج ونتعشيه وإذا كان رعد خرجه ومرته روه ما صارش ولبه مصطفى من دون أدنى شك الطلب لا يزيع شي بلايش وزيد بشي قابل فاطمة ووقتها وين قال لها باللي هو معرس وزيدوا حكاة أكثر في برشة مواضيع أخرى وزوز ظهر فيهم كونه ما كانت عندهم حتى مشكلة في أنهم يخونوا أزواجهم ليعجبك فيهم كونهم صحيح خامنة صحيح كذبين لكن صارحة راحة صارحت وقتله بلي هي قاعدة مع رجلها وصابرة معاه كان على خاطر بنتها صهرة ولي ما زالت مع عرستش قتله بلي هي عرست لصغارها الكل لابنت والولاد وما مصبرها على رجلها كان بنتها صغرونة ولي ما زالت مع عرستش وقتله بلي هما لابس عليهم عندهم لملك عندهم ديار وعندهم بلاص شركة فيه هي ورجلها لكنهم في الأصل لم يكنوا فرحانين لا يصيفوا كم العباد لا يخرجوا كم العباد وليس مستمتعين بفلوسهم كانت تقول المصفى بلي رجلها مقعد كان يخبي في الفلوس ويشري ويبني في الديار قتله بلي هي معها تحملته ومعها تحمله وجوده وكانت تلقى تهج وتخلي هاله واسع وعريضة تهج وتخليه بلاصه واشقفه سلعة وسمح في الشركة وفي الأصل اللي كانت تحب تعمله بشوية فلوس كانت مخبيتهم ورثة من أم وابوها ما كانوا في الأصل شوية فلوس بل نحكيه وعلى ما بلغ مالي مهم ورثته فاطمة من عائلتها شطره دخلت بي شريكة في البلاص هي ورجلها وما شفت منه حتى شيء واشتر الاخر كان ميزا المخبي تكملت تهنى على بنتها صغيرة زهرة وتعرسلها وتخلي رجلها راعة البلاصات وديار وتشوف حيات على روحها أختي هو من حقك والذي لديك عب يلعب كما يحب مصطفى بيدو كان يحب يلعب وكان يلعب مرته وبنت الناس والذي كان معيشها مع دارهم وكان يلعب كيف كيف الحبلين وكان مع الرس وكان في نفس الوقت طامع في الورثة والمتلكات ومتع فاطمة والسبب هذيكة ديما يعطيها جنب ديما يحكي معها وديما يشجع فيها لتطلق من رجلها راعد فاطمة في الأصل كان عجبها الحال وليس كان الحال كهو بل كان زيدة عجبها مصطفى وكانت رفيه رجل أحلامها أصغر منها في عنفوين شباب وحالته المادية مهيش مهمة بما هي ديجال لبس عليها إعجابها تحول إلى حب الحب تحول إلى تعلق أخونا مصطفى كان يرفيها كمشروع مشروع يعمل بيه برشة فلوس ومبعد أسف ورع ليه وهي في الأصل كانت عارفة الشيء ذاك كانت عارفة باللي هو طامع فيها كان على فلوسها وما كانتش رفيها مشكلة المفيد تعيش مع الحب اللي كانت فقدته من رجلها وكما قلوها هي تاخو اللي تحب عليه وهو زيدي اخو اللي يحب عليه ويخرج لكلهم فرحاني التورت علاقتهم ولينا نحكيه على خيانة عظمى مزوز جهات مصطفى يخون في مرتو مع الأخت فاطمة والأخت فاطمة تخون في رجلها مع الأخ مصطفى تبدلت الأخت فاطمة 180 درجة ورجعت لسن المراقة والتليفونات واللبسة والزينة ووليت له بروحها أكثر من لازم عبارة طفلة صغيرة ديما تزين وتقد وديما تحكيه في التليفون رجلها كان مهموش كان باعثها وملاحظش على مرتو باللي هي تبدلت لكن بنتها تبارك تبارك الله عليها كانت واعية وكانت فيقة باللي أمها عبارة تعيش في مراقمة أخرى شاءت الأخدار كونه واحدة من بنت فاطمة يوفى مكتوبه وتطلق وترجع تعيش مع أمها وبوها رعد رجعت تبارك ولاحدة باللي أمها تبدلت على الأخر وتصرفيتها تبدلوا 180 درجة لاحظت بلي تصرفيتها ولا ومش منعمرها لبستها وكل شيء عبارة إنسانة مراهقة ودخلها الشك وشك كان كبير على الأخر وقت اللي لاحظت بلي تليفونيتها كثره اسير 2 تبسيميتها كثره وقت اللي تبدأ تحكي في التليفون كان على البنت وأنها تعرف أمها عليش تبدلت مع شكون تحكي وشني اللي قاعد يسير بالضبط وين قاعد تمشي وقت اللي تغيب على الدار وشكون اللي قاعد تزينله وتقدله شوف سبحان الله في بلاستما الأم هي اللي تتبع بنتها وليت البنت هي اللي تتبع في يومها ولسببها ذلك قاررت هو أنها تخرج ورها في نهار منهارات وتتبعها وتشوفها وين تمشي خرجت الأم خرجت ورها البنت وتبعتها وشفتها دخلت الدار أول مرة تراها قاعدة تبارك تستنى فيها البرة أكيد من بعيد وبعد قاعدة وقت شفتها خرجت مدار وما خرجت الأخت فاطمة وحدها مدار بل خرج في جرتها شاب في العشرينيات بالطبع نحكيه على أخونا صطوفة والتي يمكن أن نرى في الأصل أصغر حتى من تبارك بنت فاطمة والتي كانت مصدومة بقد مصدومة على الأخرى على الأخرى وليس عارفة ماذا تفعل؟ لم تكن مصدقها في اليومها على كبر سنها قاعدت تقوم في ابوها مع طفل يأتي قد بنتها صغيرة مستحيل وما نجمت وأنها تصارح أمها طول وقارت وأنها تتحكي لأختها بشي يشوفوا حالما بعضهم أختها وحرية والتي بالطبع من الأول لم تكن مصدقت أختها وقالت مستحيل أمها تعمل شيئا ولم تكن مستحيل كما هبتت لدارهم ورأت شيئا على عينها ورأت بذنها كيف تبدلت وسمعتها بعينها كيف تتحكي مع مصطفى وأكيد لا تسكتلها بل مشتلها طول وقالت لها الشيء الذي تعمل فيه ما يوديك الجملة ووراك جدة وليس صغيرة في العمر فيقي أمي على وضعك وإذا كان فيك بيك رجل قبل مدفيق قلت لك أنتي ويقتلنا نحن معاك وما نعرش نحنش مدخلنا أما باسطا يقتلنا نحن معاك نصحوها بناتها زوس وقالوا لها فك علينا بلا مشاكل اللي فينا مكافينا قدر تتهدي على ريوسنا إذا كان فيها قمك راعد وأكيد الأخت فاطمة نكرت الحكاية الكل وقالت لبناتها فقط بيكم تحبوا تعملوا لي مشاكل مع ابوكم راعد أصفر عليش ابوكم راعد وليتوا وليتوا ودافوا عليه بعد الشي اللي عملوا فيها واللي عملوا فيكم مليون تومة صغار كانت ادف على روحها وفي نفس الوقت استعطف فيهم وتحب تدورهم الكل على ابوهم كانت تحب تخرج روحة بريئة اللي يحكيوا فيها ما فمش منه وخطيها ومعندها حتى علاقة بمصطفى وفين يقش الحات في النهارة ذاك لكن تواصلت علاقة فاطمة ومصطفى الغريبة واللي كان باقي يجيهم حتى للدار وكثرت ماشيينه وجيينه على الدار كمسي يأتي في الخبز خلقت الاب يشب كان شاكو على يقين كونه فم حاجة تركيفة وحكايت الخبز مجرد سبا لكي سيتو يأتي للدار لكنه لم يكن الشاك كونه فم علاقة بينه هو ومرته وشيء بمستبعده على الأخر بل كان راعة المسكين ليس في باله بل يخونا مصطفى كان خرار مرار على خاطر سيتو مضروب في بنته صغيرة زهرة بنته زهرة كانت بمسير ديشة عارفة بعلاقة أمها مع مصطفى كان في بالها وما كانت متقلقة ومستحيل تقول بوها على شيء الذي كان قاعد يحدث لم تقلت له ولم تقلت زهرة أمها على رغم أن بوها في نهار منهارات جاء وقال لها مصطفى هذا قول لأمك لم تأتيجين للدار جملة واحدة وامتنعت وأنها لتقول أمها على شكوك بوها ولتقول بوها على حقيقة مصطفى بما أنها في الأصل كما أمها كانت لم تحب بوها بوها والتي كان ديما يعني فيها هي واخوتها ومعاملته معهم لم تكن بيها كانت كيف كيف تخاف منه وتخاف من ردة تفعله إذا كانت تحكيله وكيف كيف تبارك زيدة كانت تخايفة من ردة تفعله إذا كان يسمع ليس كان مع الأم بل كيف كيف معهم الكل لم نعرفوه ماذا لم يدخلهم لكن كان يفق بالأم تقيض على ريوصهم الكل والسبب ذلك عودة رجعت للأم وقالت لها يا ابنيتي سيب عليك كتوبي واختك من اللعب الذري والحكاية الفارغ يا انا صغر منك واللعبة ذيئة من نلعبوك واختي يا اكبري في موخك واختي عمرك خمسين سنة من الممون تعملي شيء وكيف تفعله قالت لها راول ويلد إذا كان يفق بيئنا ورأوا عادي يطبحنا الكل قالت الأم للبنات إذا كانت تقولوا أي حاجة للبو أنا هيا قريبش نطبحكم الكل ومستحيل أصلا ابوكم يصدقكم وأنا بدي واعي بلّي الحكاية اللي قاعدة تصير البال ما يستوعبهاش مستحيل يصدق بلّينا نخون فيه ومع شكون بلّي الحكاية عليكم أنتوما وتقعدوا أنتوما في حل وربط واشباش يفضح نوصل معكم البعيد كانت فارقة عن عائلة كاملة أنا عندي فليساتي وانتوما واحدة مطلقة هو واحدة راجل تنتي راجلك فقري تنتي حتى يصرف عليك راجل تكونوا أنتوما في الفقر وانتونا نعيش مع مصطفاك وجوي به وتو تعملوا لي عاملة نسل مالي كانوا ابناتها يهدوا فيها ولدت هي اللي تهدت فيها وولدت كل ما يزيدها كل ما تزيدها تخون راجلها أكثر والسببها ذلك لم تأثرت في الأصل علاقتها هي مصفا بالعكس زادت وولدت أقوى كان سيادته شيخ فيها تصرف عليه والذي يطلب و يلقاه قدام الناس الكل وكان فيما أنسة كما أنسة هذه تبعث المساج برشا مجيرين كانوا يفاقين بالذي قاعد يصير وبرشا حاجات كانت تصير قدام الناس الكل سبحان الله الناس الكل كانوا عارفين بشي اللي كان مبين فاطمة مصطفى إلا رجلها راعد اللي عادي تلقاه يعفل الجورة قد يشفها من مليمتر وقد يشفها من ضرعة رمال لكن مع رشب اللي مرته قاعد يتخون فيه كانت الأخت فاطمة بيانسور ما تحبوش يسمع باللي قاعد يصير وكانت ديجا عارفة باللي إذا كان ما تخوش حذرها بشيسمع من دون أدنى شك وبشي في قبائها وبشي اللي قاعدة تعمل فيه قالت لهم انا نعرف بلي انتو مزوز تقاليري بكوتي فلوس بلغة أخرى نعرف كمزوز وجوه فقر واحدة منكم مطلقة ورجلها مش قاعد يعتفها في الفلوس وبوها يصرف عليها قالت البنتها المطلقة انا نعرف بلي بوك حتى حق الحمام يعطيك فيه بالسيف وقالت لأخرى بلي هي تعرف بلي رجلها حاله على قده وموش فرح بيها برش قالت لهم بوكم من صغير الفرنكي يخرج عليكم بالسيف لكن الكف يخرج منه بسهولة وليس مقصر معكم بأمور عنف تنسيت وقت الذي كنا ندعيه بالموت لن نرثوه ونعيش حياتنا ما نعيش نكتب على بعضنا نعيش كم العباد وبفلوسنا ونتفرد ونشيخوا لازمكم تفقوا على وضعكم الى ما تبقوا هكا واحدة منكم تلقى وبوها حملها بسيف الدار والأخرى بوك بملكوا ودياروا ورزقوا وانت عايشة مع رجلك وحرم روحك من برشة حاجات تي حتى أبسط الحاجات محرومة منه ببايك ليزي حرمك من الحنية والحنين والحب وزيت حارمك من برشة فلوس لا تسافري كيم العباد لا تلبسي لا تتمشي لا تجيب عايش بك هكا الوضع معناه هذي عيشة ما هيش عيشة هذي يقاتلكم بالحية ابوكم انتم ابوكم مش عامل فيكم الخير عمرت لهم ريوسهم وقالت لهم باللي هي في الأصل تحب مصطفى وتحب تعيش معاه وفرحانة معاه وبالله هي اللي عيشته معاه كان حلم طفولة وحب حقيقي لا تحب تحرم روحة منه وكيف كيف تحب تحرم بناتها من انهم لم يعيشوا حياتهم وهم زادة يحقوا أحلام طفولتهم ويسافروا ويشيخوا ويتفرعدوا ويتمتعوا بفلوسهم ورزقهم وحاجة كمان هكا ما تنجم تصير كان بعد ما يتوفى بوكم راعت وهذا كعليش البنات في بلاست ما نبقى ونستنىوا حتى العين ليس للمانة هي زمانته وعليش ما نعملولو قصة عربي نعملولو رميز شوية في عمره وفي حياته ونبحثوه نحنا للدنيا الأخرى يزيه معاه نشوفو كيفاش نتخلص منو نبدأو صفحة جديدة ونبدأو حياة جديدة تبال نبدأو نعيشوه صدموا البنات من دون أدنى شك واخر حاجة كانوا يتصوروا أمهم تعملها هي وإنها تقترح عليهم وإنها تقتل رجلها وبوهم على خاطر طفل في العشرينيات فتحبوا تقول الأم بلي الحكاية هذه مش فقط لمصلحتها هي بل خمت فيهم الكل قبل مصلحتها وقالت لهم بلي الورثة اللي بش ياخذوها من بوهم بش تكون كبيرة برشة إذا كان يصير اللي تحب عليه ورثة كبيرة تعيشهم أحلى عيشة وتعوض لهم كل حاجة خائبة عاشوها سابقا وإلا خالينا نقولوا كل حاجة عيشة لهم بوهم رعت تكنيك بها برشة بش تحرضهم عليها وكانت في الأصل تكنيك ناجحة ليس كان مصطفى ضربت معه وحتى من البناويت تمعوا في الورثة اللي نجموا ياخذوها الأخت فاطمة شايتين الإنس لعبت لهم لعبة صحيحة ولدت لهم حقد على بوهم وزيدت تمعتهم في أملكه وكانت كما قلنا خطة ناجحة ما كانوا معارضين برشة فكرة كونهم يرثوها على بكري قبل وقته لكن كوميم قاعد يقولوا لها بل يطلع يعبد يبقى بوهم وميجيش يعملوا له هكا أكيد ما هم الشي يتحملوا وأنهم يقتلوه ويتخلصوا منه بالطريقة هذيكا ووقتها وين قتلهم الأم واموركم إذا كانت تحبوا تبقاه في الفقر والمزيرة المعانئة ليس لازم الأخت حرية نسيت الموضوع أبريتوا عندها رجلها وعائلتها وليس مزروبة برشة على الورثة لكن الأختبار كانت مطلقة وما كان عندها حتى 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 وما كان عندها حتى مورد رزب نورمانمون وقت اللي تلقت ورجعت لدار بوها هو اللي يصرف عليها وهو اللي يعطيها لكن في الأصل بالعكس كان دجا حملها في الدار بالسيف وكان يلقى يطرق دهم الدار الأخت تبارك ما كانت مرتاحة جملة في دارهم كانت حاسق باللي هو مش عاجب الحال وما يحبهش تبقى بحثيهم الشي اللي خلال حقت اللي في دخلها يزيد يكبر أكثر ويزيد تخمى مرة أخرى في مقترح الأم وقالت كيما أنا رجعت بحثي للدار كانت قادرة وأنها تقنع بنتها المطلقة تبارك واللي بحثيتها ولي تحب تقنع أختها الأخرى وحورية والسباب ذاكا مشتلها وقتلها من حقنا وأننا نعيفه حياة كريمة وجميلة حقنا وأننا نعوذ الحرمان اللي عشنا يا حياتنا الكل وعننا الحق في كيف في فلوس الوالد والوالدة اللي الوالد حرمنا منهم عنده سنين قداش منه بشقعة يمشي ويعلي وقايد برجولية كيف يمشي ويعلي سنين ونحن عايشين معاه ومارينا منه كان الخائب تي سايد حنين على اليجور والجريفية أكثر منه وتهني أختي مانيش بش نرأو حتى حاجة خائبة في القاصل مانيش بش نعمله حتى حاجة خائبة بل نحن بش نعطيه لوكال الوالدة وهي بش تتكفل بكل شيء فرحة الأم وفخرها ببنيتها كان لا يوصف فرحتها الكونة في نالمون بش تولي قادرة وانها تعرس بمصطفى بعد وفاة رجلها طول كلمته ومش فقط بش تبشره وإلا بش تحكيله عالخطة متاحة بل كلمته بش هو زيته تقترح عليه وانه يدخل شريك بما انه دي جاي يحب يولي شريك حياتها يدخل شريك بالفعل ويكون هو القاتل المأجور في القضية ثلاثة ساوين مستحيل يقضوا رعاة وهما أصلا مش نجموا يقتلوا بيداهم أكيد وافق لكن بعد برشا وبرشا شكوك ومنجمشوا يقولوا من دون أدنى شك على خاطره من دون أدنى شك من الأول رفض رفض قطعي مستحيل يوصل مصفى الخباز يقتل بنيدم مستحيل يوصل يقتل بنيدم جزت بشعرس بمرأة في الخمسينات حتى ولو يبدأ عندها برشا فلوس لكن وقت اللي تبدأ الفلوس ما بين يديه هو الأمور تتبدل مش بما قولت عصفور في اليد والعشرة فوق الشجرة وظهر كونو هذا هو المثال اللي تذكره واللي خلاه يتراجع عن قوله وقت اللي قلت له فأطمع بني إذا كان يقتلها رجلها مش فقط تعارس بها ويعشوا حيات جميلة بانسير هذه حاجة متغريوش برشا السيد يحب على الفلوس وهي تعرف بني هو يحب على الفلوس والسبب هذه قتله مش فقط تعرس به بل زي تعطيه مبلغ مالي مهم وكبير يحل به مشروع لكن كيف كيف على شرط يكون المبلغ هذا مقصوم على زوز أجزاء جزء يأخذوا قبل العملية اشتر المبلغ واشتر الثاني يأخذوا بعد العملية بعد عملية القتل وبعد ما يعرسوا فاطمة ومصطفى وهكا تكون ضمن فاطمة فليسيت رجلها بعد ما قتلته وتكون كيف كيف قبضت على حبيبها وروح قلبها وعشيقها قرة عينها سطوفة وانذكركم والعجيب الغريب والمؤلم وليوجع القلب كون وريدوا شي هذا اللي قاعد يصير الخيانة وتحريض والقتل والغدر والشي هذا الكل كان يصير والمسكينة أمرت مصطفى ما في بالها بحتى شي نحنا نسينا باللي هو دي جام عرس تبارك في المقابل كان في بالها بالصفقة اللي كانت مابين مصطفى وفاطمة وكانت هي في الأصل اللي خليته يقول أي ويوافق على الصفقة اللي كان يرافعها دي جام صفقة رابحة على خاطر حتى من تبارك وعددته بمبلغ مالي مهمة على الأخر من الورثة اللي بشتخوها توسامبل ما هو إذا كان نسيته يوافق وأنه يقتللها بقوها هذي تبارك اللي مبكري شوية كانت رابضة فكرة وأنهم يقتلوا الويل وسبحانه مغير لحويل ما اللي كانت أمها تقنع فيها والتي هي تقنع في العبيد بش يقتللها بقوها ويوافق أخونا مصطفى بعد مع ميوها الفلوس وطمعها ومش بصدقه شني عملوا لأم والابنات وقت اللي يجاملوا ك من مصطفى شني عملوا وقت اللي يكون في رمالهم باللي هو بش يقتلل بقوهم بعد ظهر نهار ثلاث واحده في الدار مصطفى كان هو اللي يوصل أمه والابنات بش يخليه واحده في الدار بش يستفرد بيه ويتخلص منه دق عليه الباب حال الباب كالناس الملاح ويلقى قدامه مصطفى أكيد ما عرفوش بما أنه كان لبس كاجول وكان مغطي وجهه والكله باللجحل وحتى إذا كان عرفوه أكيد موجه شي نجم ميش كي بيه وقال لي يعود للحاكم الشي اللي صار له على خاطر الفاصون اللي تم قتله بيها كانت من ضعفة وما كانش قادر وأنه يدفع على روحه ماناش نحكيه على أربعة طعانات مصطفى كان متطور بل نحكيه على أربعة خراتيش دخلوا في بدن المرحوم أربعة طلقات نارية أعطاهم القاتل مأجور مصطفى للمسكين رعد ما كانش حاط كيتم صوت والسبب ذاك فزعوا الجيرين الكل والكل هم خرجوا يتفرجوا ومخالته كان على زهمولة كحلة مصطفى خارج يجري والمسكين رعد غرق في دمه كون صاحب الزهمولة الكحلة كون مول العملة كون اللي يكتل رعد السؤال اللي يحاير الحاكم المدد ستة أشهر كاملين كنت نعمل سبعة مهمة ستة ستة أشهر كاملين من البحاث والتحريات واخونا مصطفى حر تاليك وحد ما يدرب عاملته العائلة بمسير جايبين فيها مستغربين عاملين فيها حزانة ويقبلوا في العزاء وقتل يهوما في الأصل سبب البلاي عمام طمع وحب الفلوس ستة أشهرة والقضية ضد مجهول وستة أشهرة وفاطمة مصطفى عايشين حياة البذخ وصلوا لللي يحبوا عليه أكثر داروا على فلوس المرحوم وظهرت عليهم عالاخر الفلوس كانوا ظهرين كونهم كانوا في حال وبعد وفاة المرحوم ولاوا في حال آخر كانوا ظهرين باللي تغير المبارك متياهم كان متزامن وزوزت بدلوا مبعضهم وكانوا كيف كيف ظهرين عالاخر باللي كانت فما حاجة ما بيناتهم وباللي هما كانوا في علاقة علاقة غريبة على الآخر لحظوها برشع بيت ولعل حتى الحاكم بدأ يلاحظ فيها في الأصل لحدها من الأول واحد من العوان اللي كان يسكن في الحومة هذيكة وكان كل شيء قعد يصير على عينيه وعاوت اللي يشافوا ويسمعوا الكل للمركز وخلى العوان الكل مستغربين كيفاش في ستة أشرة أبحاث حتى واحد من عائلة فاطمة لم يحكي على علاقة مصطفى بها حتى واحدة من صغيراتها لم يجبدت مصطفى ومصطفى لم يجبدت جملة واحدة في القضية وتجبدت من دون أدنى شك بعد موصل اسمه للمركز تجبد على جنب وجبوه للمركز بشي حقوا معاه تسعة سوايا كاملين من تحقيقات غصروا هلين معادش حتى ينطق من جنابه واعترفين الماء بالعملة متاعه وبالشيال يعملو لكنه باقي يقول باللي هو خطيئة وهم اللي طلبوا منو وانو يعمل الشي هذاكا بما انهم كانوا شدين وبرشة بغض على بيهم ولي كان حرمهم من الحياة الكريمة تم بيانسير ايقاف الاخوين والأم زادة وتم هما زادة البحث معاهم واعترفوا بيانسير بالشي اللي عملوه بما انو دي جاخونا اعترف اكيد ندم لكن ندم معاتش يفيد ومستحيل يمنع من العقاب الشديد لهو والأخوين والأم ولي حكمهم يتسمى خيف على الأخر بارابور مصطفى وتم الحكم عليهم ثلاثة بالمؤبد وراء القذبين حكم كاسح برشة يستهلوه لكن كما قلنا مايشي حتى شيء قدام اخونا مصطفى ولي نفذ الجريمة دخل الرعب في الأهالي ودخل أربع كراتش في المرحوم وانتهى بيه شي هذا الكل وتمعه متاعه بالحكم بالإعداء ما كان الشي هذا يكون اذا كان فكل يلا كانت تذكرها متعم بكري الليلة تلي اقترحت فاتمة لرجلها تتعشى معها كانت تخرج وتتعشى معها روشة اذا يكون مصار معناها من الأخر اذا كان مردك نهاريخ تطلب منك وانك تتعشى واخرج تعشى معها حتى وانتي صايم واخرج وانتي كل حد شيء واخرج معه بمسير واختتفاد لك هذه كانت اخرتت معها ومن الأول كان في بالنا باللي كان سطوفة طماع كبير لكنه طلع هو طماع الام طماع والبنت طماع والبنت الاخر كيفية طماع اجتمعوا على طماع ثلاثة مؤبد وواحد اعدام لكنه نحن هيا نجتمعوا ونهب طلوطة ونضعوا جيم وكمنتر مزين ونضيف ونضيف ونسبسكراب وحاجة اخرى مهمة نضيف ونضيف ونرأينا في القضية ومن بعد بانسور نجتمعوا باذن الله في القضية الجاية ولا لا ما تخرج من القناة على خاطر وفي الجمعة هذه هبتنا وصوص فيديوهات ودخلت بتلقاهم يا حاسرة كنا نهبطوا كل نهار سبت طوي باذن الله ديما باذن الله ان شاء الله الله اعلم تحبوني نهبط تحبوني نهبط تفاعلوا معي تتفاعلوا معي نتفاعل معكم تفاعلوا معي ونتقابلوا باذن الله في الفيديو الجاي Peace out